أستاذ سامير دعني أتفع على شغلي أهلا وسهلا دعني أتفع على شغلي تلغي الأستاذ تلغي الماسترو حتى أكون مرتاح معك أوكي اتفقنا لا 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 اتفقنا بس في شغلي الماسترو ليش تلغيه لأنه مؤخرا يعني كتر الماسترويات وجعوا لي قلبي مو عاشبك الموضوع لا دك تصحب اللقب من كذا حدا شكلك لا دك تصحب من حالي من حالة طيب بس أكاديميا ما لازم نقول لك لا شو لازم نقول لك سامير أنا اسمي كتير في أحلى من اسماك طيب بس أنه يعني كتوصيف لا برجع بقلت لك كامل سنين هل يجوز تقول له مرحبا أستاذ بيتوفي شو لك أستاذ موزار بس أنا ما بمشو خلط هي غلبتني طيب الأستاذ سامير أو سامير كان أطل معنا مؤخرا أطل في برنامجه المحطة وحكى عن وضع صحي يعني بيمر فيه حاليا وكان هذا جزء من الحلقة اللي عم نحكي فيها عن الظرف الصعبي اللي ممكن يمرؤ فيه مطلق شخص وكيف ممكن يتجاوزه الحقيقة محبة الناس كبيرة لأستاذ سامير ولهفتهم عليه خلت الخبر يتداول بكثرة ولكن بعض العنوين كانت فينا نقول خارج السياق أو أكثر مما هو ينبغي يعني بعض العنوين كانت سامير كويفاتي يعاني من وضع حرج نحنا بنقول السامير بصحة منيحة الحمد لله أموره كتير منيحة عم ياخد العلاج ولكن هو بصحة جيدة وهذا النقطة أنا بعرف قديش أنت مصر سامير أنك توصله للعالم لأنه عندك مشكلة بهاي الفكرة أنا بس بدي أقول شغالي أنا لو ما أنت بدون بدون أي مجاملة صدقني باس أنت بتعرف أنت شوف لما أنت أنا بأمن من خلالك أنه الموضوع واليوم كنا عم نحكي عم نستعيبك الاختضاف اللي بتستعمله أنت والإجاز اللي دايما أنت شطور فيه كتير بتخلي الواحد فعلا يقول أنه أنا أوكي عندي لأنه أحسن ما ينسمع شي بشي مثلا هلأ كل المرض بشيع بحد ذاته والقريب بشيع والرشح بشيع وكل شي بشيع بس أنا أقرأ هيك خوالي بزعل إحيانا فقلت أحسن شي ما في غير أبو البيس هو اللي ممكن يوضح أو يساعدني أنه أوضح حلوة محبة العالم لا تقل لي والله حلوة أنا بدي أتشكر من خلالك اللي شو صار بعض الحلقة اللي صار أنه اعتبروني أنه يعني أنا في بعض الناس وأنا قلت لك بالبرنامج أنا وأسمح لي كمان ما بدي أطلع عن المحور بس بهنيك من كل قلبي لأنه عن جد شي جديد اللي عم تعمله اللي صار أنه يعني طلعتني ممكن أجبن من ميادة وأنا قلت لك سابقا أنه هي أشجع مني وأنا ميادة تعلمت مني كتير موسيقى وغنى وكذا وأنا تعلمت مني كتير الشرام البني آدم بيكون بني آدم وشرام بيكون طبيعي بصراحة عم بحكي فأنا هلا بس حتى نقفل الحديث أنا مثل الأرض حاليا والله وبنطنيت وعادي وعندي دكتورين شطورين صاروا هني رفقاتي وعم باخد كل شي لازم آخده وقريبا أنه أنا بدي يعني ما بدا أحكي بس كله بييد ربك طبعا والحمد لله الأمور تسير بشكل كتير 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 منيح أنا ما كنت متوقع أنا بتوعب عارف حاجة بس كيفك قالوا لك أنا معي قلب مفتوح عمي قلب مفتوح وعندي مرض كبد قديم يعني أنا برجع بقل لك نفس اللي قلت لك لأنه أجا واحد قال لي أحسن شي لما قلت له لباسل أنه أنا ما بنهزم بالحياة ضربة قاضية إلا بالنقاط وأنا لسه برجع بعيدة بس تعيير أبو حازم قال لي صعي لك تحيات منه يسعد مساء الأستاذ كبير أيمن زيدان وأنا بدي مصر أنه أنه ما رح أروح بالضربة القاضية إن شاء الله الصحة وطول العمر وأنت محارب يعني سمير أنت محارب 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 ولسه منحارب معيتك أكتر اللي بدنا نقوله اليوم إنه طلالة إستاذ سمير ما بس نطمنكم عليه ونقوله إنه هو بصحة جيدة وعنده المزيد عنده كتير قصص يقدمه إستاذ سمير عم يشغل له فترة على مجموعة هيك عم يرجع يشوف هالأرشيف شوف فيه شغلات لازم شوف فيه قصص مقصرين نقدمها للعالم عندك كتير قصص بده هيك إعادة توضيب إذا بدنا نسميه مزبوط إيه مزبوط فيه عندي كان بشغلة قديمة مثلا كنا عاديين أنا وميادة عم نعمل بروفا مو بروفا عم نعمل عم نتسلة وكان عنا نفس الفرقة معنا بس فيه اثنين ثلاثة مثلا عزف إيقاع والعود هذول تقريبا ساكنين معنا يعني رفقاتنا أنه غني لنا مقطع من كزا هي بتحب مثلا تقريبا يا حبيبي بس ما كنا ما كنا بتكون عامل حسابك أنه هي تكون ممكن تنتشر أو تنزل تكون عم تسجل بس لما منخسر البني آدم أنا بسير بدور على أنا بحب ضحك تالي ميادة تفاجأت بعدين أنه أنا ما عندي ولا تسجيل إلا ضحك تالي حالة يعني بدي إياها أتذكر لشون كان تضحك لأنه كان ضحكتها كثير تضحك صوت عالي ممكن تتذكر فأنا صلت أدور هلأ لازلت عبدوير وأنا عبدوير بطلع معي شغلات بروفا في تاريخ مثلا أربعة وتسعين لما كنا عادين بستوديو القديم اللي هو عبارة عن أبو موني يعني فشلتها حطيت عطرا مثل متايل كثير شغلات منمنشورين أنا اخترت أنه أنا جيبهم حطهم بين إيديك هنن لال يعني مثلا دقيقة مايسترو بدي أختم عندك شو عم تحضر أنا مايسترو السامير كوي فاتي خلاص سامير شو عم تحضر والله يا أبو البيس عم بحضر هلأ شي بصراحة أنا رغم كل شي في شغلي واحدة بتطالعني من الحالة اللي حلكينا علي أنا وياك بأسين مرضيا أنا موري هلأ ذهينا منما أنت مودك تساعدني نكون نحكي بالشكل أنا موري بتكاد أن تكون جيدة والشي اللي عم بخليها جيدة أكتر أنه عم بحاول أعمل مشاريع اللي يمكن حكيت عننا مسبقا واللي هي هذو الخطين اللي حكيت لك عنهم في أغنية نوع من الأغانية عم تختل هلأ مصر أنا على شغلي وأنت أكتر واحد بنحكي معك بالموضوع نتيجة اللي عب أشوف الأغانية اللي عب تطلع اليوم خاصة بالدراما الرمضانية اللي عم يشوفه كشارات كأغاني صرت منتبه أنه نحنا بعدنا كتير يا باسل عن محلنا كتير بعدنا صار فيه يعني يعني بعدنا عن البيئة بعدنا 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 كتير فصرت يخطر لي بعدين بتذكر لما سألولي زيادة على أنا مش كافر أنه منفذ بتعب تتذكر شون بتاخد شرقي بسيط وكذا أنه كان أحلب كتير من الشي اللي كان هم يطلع أنه أنا حابب هلأ أنت عب تقلي شو عب تحضر حابب هلأ بعدي شوي عن التكنولوجيا اللي ودتنا لمحل ما بيشبهنا الطريقة الكلاسيكية أحبابين ويكونوا ما يأخذوا مصاري كتير وأنه ما معي ما بي معي كتير ونرجع نسجل الشغلات اللي متل ما سمعتك هايدي متل طبع الميادة اللي سمعتك هالمطع بهالبساطة بهالرقي بهالكذا ونعمل هيك شي والغنية الجديدة اللي حابب أعمل اللي يمدها هي هي هيك بنفس اللماط بنفس الأسو ما بقى بدنا نروح على شي اسمه شارات المسلسلات شو لفتك فيها ما بني أقول أنا ما لفتني شي لأنه ما بيشبهنا شي بصراحة هو لحديز عن مني دخول يعني نوع الموسيقى أم دخول التكنولوجيا أم تنفيذة هلأ التكنولوجيا تدخل بكل الأحوال وبس الزكا أنه تعرف شون تستعمله في شاب بعدتله بدون ما أعرفه ساعد لاشيم عامل مسلسل أنا حبيت شغله لأنه عرف يوظف هذا بس بشكل عام كلهم يعني ما بدي أقول شي لأنه أنا والله ما اشتغلت السنة الماضية بس أنه لا السنة الماضية بس أنا بدي أقول لك أنا عم بحكي بمثال أنه صارت هاي التكنولوجيا والليبرالي اللي تحت إيدنا وال يعني السامبلير هاد أنا برأي عباب عدنا لمكان ما بيشبهنا يعني ببساطة حتى أختم لك القصة يعني في واحد كتب حبيت ما بدي أقول يعني أنه يعني أنا صرت أسمع هانزيمر بباب الحارة مثلا ما بحكي هانزيمر اللي هو مؤلف موسيقية عالمي ما بحكي عن مسلسلة عصدي عم بالبيئة أنا فهمت أنا فهمت شو عزل السامير اليوم التكنولوجيا بالموسيقى صارت متطورة كتير لدرجة أنت قادر أنك تركب أي عمل بالدكية من خلال مجموعة تقنيات مكتبات مفتوحة أمامك أصص بتنزل جاهزة بس ما أنفهم فيها ما بتكون جزء منها ما بيكون لايف أبدا أو جزء كبير ما بيكون ما فيه إحساس العازف ما فيه إحساس الموسيقي بنفس الوقت التكنولوجيا دخلت على صوت المطرب على تنفيذ الأغنية على الماسترينج تبعا فشالت مننا العناصر للعلاقة بالإبداع البشري وروح العازف والمغني برافو عليك بس ما أنفهم عباكي أنا هلأ هذا لون أبو سعود صاحبي وبحبه وبحب شغله كثير أستاذ عسيبي أنا عم بقصد بالحارة أنه بكبيئة بشكل عام بس أنا عم بشوف مسلسل مثلا هل هي قد تكون مناسبة بنوع معين من المسلسلات بس بس صاروا بشبه بعضهم لأنه كلياتنا كلياتنا عم ننزل سواء على البحصة عم نشتري نفس المكتبين نفس المجموعة أو ندخل عم نتور مكرك عم نشتري قلتني يا سمير شو حابب تساوي أنا من 30 سنة أنا الله نعم علي أنه أنا بديان بكير أكتر بالشباب أبكر منهم فأنا أنا بمبسط لما بتذكر أنه لما بدينا عريل أنا وميادة عفكرة زياد لا هلأ بيشتغل هيك طيب لا هلأ أنا هلأ قررت أنه مو هلأ هلأ لأنه هلأ الكمبيوتر لازمني بس مقرر أنه أرجع أشتغل على الانالوج اللي أنا شايفه أنه هلأ ما حدا بيشتغل فيه وبدي أشتغل فيه عكس التيار دائما لا معكس التيار بكرة يا باس لدي سمعة غنية مثلا تسمعه تحس أنه يا أخي طيب ليش يعني هلأ أنت ما تحبونا زياد بكل تأكيد طيب ليش هلأ بيشتغل هيك زلمي ما سألنا حالا هو لا هو أكيد شايف أنه هذا يعني اللي عم يقدمه هيك من مناسب هذا الصح أنا برأيي هو أكيد ما نعاجز يستعين بأي تقنية وبأي تقنية وبأي هذا الشي اللي لازم أساوي صحيح ساعدني نعطرينك ونعطرين كل جديد منك ونعطرين موسيقيتك مبروك هالحركة الحلوة آخر فترة تسكن لي يا رب شرفتني سميرك وفاتي صحيح كثير مني حمد الله على سلامتك حمد الله على سلامتك بتشكر كل حدا كل حدا كل حدا بعتلي ودق لي وكتب لي ويعني كل العالم اللي دقوا لي عن جد بدي أتشكره من كل قلبي لأنه شوف أنت العالم لما بتحبك بتساعدك أنه تجتاز مرحلة تكاد أن تكون صعبة بس أنا متفائل أنه بدي متل ما حبوني بدي أكافؤ تكاد أن تكون صعبة